شلونكم متابعيني شخباركم هذه الفيتامينات اللي ردت لها خذتها فترة ثلاثة شهور وتكلمت عنها وقلت معني من فترة متأكلمة عن فيتامينات غيرها لأن لم تكن هذه الفيتامينات موجودة يعني ما في كان بالفترة اللي حطيت فيها فيتامينات سابقة ما في أفضل منها وهذه ما أقول لكم مزينة يعني هذه لو مموجودة وتيني واحدة بالعيادة ومكطوعة هذين قطعت ترى أنا يوم يتبرد عليها بعد فترة كانت مكطوعة خلصت بالكامل من الأكاونت الرسمي ومن الصيدليات ما تكلمت عنها بعد لأن أنا ما لقيتها الحين توى ردت من فترة والحين أنا شوفوا هذه علبتي الأولى خلاص ما بقى منها شيء وافتح هذه براويكم شلون تغليفة ومميزات هذه اللي يمتصر رطوبة وهالشي اللي فيه متصر رطوبة غير تركيبتها السابقة اللي تكلمت عنها زينة مو مزينة ولكن هذي أفضل بنقطتين خلكم معاي لأن الناس اللي تثق فيني تعرف أنا شنو قاعد أتكلم عنه الفيتامينات هذه تعتبر الأفضل ليش تعتبر الأفضل عشان هذا الجدول لما تكلمت عن سابقتها طالعت هذا الجدول ولما يبولي غيرها أطالع هذا الجدول ولما تكلمت عن سابقتها من فيتامينات ما كان فيه أي أحد يعقبها ينافسها فانحط الحين انحط ولو كنت موقع عقد احتكاري أو إعلاني مع أي براند كنت ما أقدر أخذ راحتي وحط اللي أشوفه مناسب كدكتورة إحنا بالنهاية نطرح مواضيع ونتكلم عن تركيبات واللي همني فيتامينات أو مكملات غذائية التركيبات على فكرة هذه لما أخذتها انقطعت بالكامل ولما تكلمت عنها انقطعت بالكامل وتورت التوفرت والكل يد يروح الصيدليات وما يلقاها تمام رح أحط لكم بعدين وين تلقونها أكاونت الرسمي وبالصيدليات وفيه رقم اللي هو الوكيل الرسمي لها الحين ليش دكتورة هذي أفضل من سابقتها بس شذيه؟ لا والله على أساس علمي خنشوف أني ينطالع آخر ثلاث أسطر خلكم معاي بس أبيكم تطالعون لما يكون فيه بايوتين بروحة حق شعر وظافر قلت لكم بايوتين بروحة ماين فعذا كان بمجموعة فيتامينات حلو فلما يكون بمجموعة فيتامينات ما يقدرون يحطو لكم بالآلاف ويحطو لكم بالمئات بالمئة مايكروغرام سابقتها كانت ما تقدر تحط أكثر من 200-300 أعتقد من البيوتين هذا البيوتين شم فيها؟ ألف شوفوا معي البيوتين ألف ثلاث أسطر لخيرة شايفين البيوتين؟ كهو ألف إزاي ندنيه على فيتامين دي دكتورة شنو التوصيات الحديثة اليديدة دولية تقول أن الإنسان البالغ يأخذ حاشته من فيتامين دال يوميا من ألف لألفين وحدة دولية إذا رحنا حق الفيتامينات السابقة رح نلقى بها الخانة وطالعه بالصيدليات ولكم حرية أن تشوفون وفي توعية والحين أنا قاعد أوعيكم يمكن بعدين ما أكون موجودة أوعيكم أو رح ألها بشغلي فركزوا معي فيتامين دالب هذي على التوصيات الدولية ألف ومئتين فهو صار بالرنج الطبيعي من ألف لألفين سابقتها ثمانمية فبنات نقطة تتميز عن الأخرى سابقتها بالبايوتين ها وحط لكم يا جدامكم ها ألف وبفيتامين دال ألف ومئتين وتبارك الله ما في بنت قلت لها أخذي ما كررت فيه بنات يأخذون علبة وشي يجربون ويكررونه كامل الكرس كامل يأخذون ثلاث عهب أنا عن نفسي بالضبطة الشهور وبعدها خففت لني أنا أحب النص أشوف بعدين دال والحديد وشدي إذا احتجت عقب فترة أرد أخذها أو على دايت معين أو لاحظت شعري بديت تساقط مرة ثانية الفيتامينات هذه تعتبر مكملات لتساقط الشعر يعني وايد تفيد وايد للأمانة واللي يقول أن الفيتامينات ما تفيد صراحة عارض كلامه محترام للكر عارض كلامه ولكن مو أي فيتامينات عشان شدي نقول هذه هي الرسكو تعتبر الآن الأفضل مع هذا أقول لو كان سابقتها من فيتامينات متكلم عنها 100% تكون زينة لما يي شيء أحسن منها نحطها فلما يكون بالصيدليات متوفرة هذه راح يكون لي كدكتورة ما لشغل بالبقية أو التسويق اللي يصير عن طريق البقية كدكتورة راح أكتب هذه تمام ركزوا معي إذا هذه مو متوفرة ما أخلي البنت تقعد بدون فيتامينات لأن نفسيا يمكن ترتاح لو تأخذ نوع من الفيتامينات ممكن أن أكتب أي وحدة من سابقاتها اللي أتكلم عنها تمام وضح السالفة فهذا مو عشان أقارن ولا أقول لكم أخذوا شيء معين وبس لا أقارن من باب علمي وأسس وأدلة علمية وبالنهاية البنات تأخذ اللي ريحها بس هذه تعتبر الآن أفضل فيتامينات لتساقط الشعر للأسباب اللي قلتها وأفضل من سابقاتها من فيتامينات تكلمت عنها لأن العلم في التطور ما سبب نتكلم عن شيء زين وإذا هي شيء أحسن مننا ما نتكلم لأ نقول فيها هذه علبة اللي فتحتها وكورس ثلاث شهور علبة تكفيت شهر كامل شايفين تشذي لونها هي شوفها هذه اللي مسكرة لالحماة فتحتها حق الشهر اللي بعده شايفين قطة من فوق نس ما راويتكم عشان يمتصر رطوبة وفيها تشذي هذه بعد القطة لازم تعرفون أن هذه الحبوب فيها حديد كذلك نسبة الحديد بس ليش أنا قاعدة قارن بسابقتها عشان البنات لا يقولون والله بس الدكتورة تحطوا بس لا 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 أنا ما أحطوا بس أنا غير سابقتها يتني مليون حبة ما حطيت ما حطيت لا والعلم يعني عروض ودكتورة لا ما حطيت غيرها لما هي شيء أفضل قتلهم أحط فهذه أفضل ببيتي فيتامين دال هذيك مسيئة ولكن هذي أفضل إذا هذي ما كانت موجودة نصف اللي بعدها على أطول هذي ما فيها بيتول فما تفتح الشيء ما تزيد الوزن يا بنات فيها حديد فيها الدال والبيوتين اللي قلنا عنه وفيها كذلك البروتينات المهمة للشعر وسبعين بالمئة من تركيبة شعرتها البروتينات الحين إن شاء الله بحط لكم أكاونتها يموجودة بالصيدليات وين وكيلها الرسمي عشان حرام اللي بره لكويت شلون يحصلون عليها لازم تعرفون أنا عندي مصداقية كبيرة الله يعلم هذا الشيء بيني وبين رب العالمين فالضايق إن مثلا أنا كن متكلمة عن حبوب تكلمت عنها لأن كانت هي الأفضل بوقتها هي الأفضل بوقتها ما يمنوع عطس شهادة ما يلشي وما يقولون إذا حت عطس شهادة بره ما يمنوع عطس أنزين بوقتها كانت هي أفضل فيتامينات هذه والله ما شاء الله في شركة اجتهدت عدلت على الفيتامين دال على التوصيات الدولية الطبية وعدلت على البايوتين حرام أظل أحط شهادة حرام أظل أحط سابقتها مشكلة إن سابقتها أصحاب الكامتات ساعات يستغلون الفيديو بطريقة خاطئة ويقولون بوقتها أنا كنت قيل هي أفضل فيتامينات بوقتها وليس الآن هذا اللي لازم تحطون عليه مليون خط هذي كمو سيئة ولكن هذي أفضل منها بالنقطتين اللي قلتهم والله يعلم والله يشهد واللهما بلغت فالله يوفق الجميع آآ شنه هذي فالله يوفق الجميع يا رب إن شاء الله وحتى الفيتامينات اللي تكلمت عنها قبل وغيرها من الفيتامينات لحد يزعل بس الحق لازم ينقال وبعدين اللي ضايق شنو بنات اللي ضايق إن أنت مثلا أنت مسجلة فيديو من سنتين أوكي خلكم معاي واحدة وحدة أنت مسجلة فيديو من سنتين ما كان في وجود حق هذه الفيتامينات نهائيا تمام بوقتها وقلت ما شاء الله تعتبر من أفضل الفيتامينات بالصيدلية وطالعت وتعبت وشذي وكان فعلا يا غيرها أحسن منه المسؤول إنه يقول هذي أحسن إذا ياني أنا إذا ما كنت عرف هذا مو مشكلة بس إذا عرفت إنه بعدين فيه شيء أحسن منها ليش ما رديت حطيت الفيتامينات السابقة المشكلة هنا إذا أصحاب الأكاونتات مالت الفيتامينات السابقة يستخدمون ما زالوا يستخدمون الفيديو اللي بوقتها يمكن تمدح الفيتامينات أو يستخدمون أي أحد بوسيط إعلاني عشان يحط فيديوهات سابقة لي أو يتدلل فين إني متكلم عنها مو حلو